الان ننتقل لموقع المشهد اليمني ونسلط الضوء على مقال الكاتب الدكتور عبد سعيد مغلس تحت عنوان الرئيس هادي يبني يمن الحاضر والمستقبل بدأ كاتبنا في سرد مراحل تطور التاريخ في اليمن ومنذ خروج اليمنيين من التأثير والدور الحضاري بسبب الهيمنة الفارسية الاولى قبل الاسلام والتي أدت لتغييب عظماء التاريخ اليمني ومشاريع صناعة التاريخ العظيمة خرج اليمن واليمنيين بسبب ذلك من الفعل الحضاري والتاريخ وغاب ذكر سبا والأحقاف وحضر موت وقتبان وحمير وريدان وأسهب قائلا تتكرر دورات التاريخ بعظمته ومشاريعه الحضارية برجال يقدمون مشاريع بناء دولة الوطن والمواطنة الإنسانية ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار وبكل ذلك يكتبوا التاريخ صفحاته وتقدم الحضارة منتجاتها وبغياب صناعة التاريخ ومشاريعهم غاب اليمن الدور والحضارة والتاريخ وهكذا دخلت اليمن دهاليز النسيان وغابت عن الذكر والفعل بسبب مشروع الإمامة وأغلالها الذي غيب صانعي التاريخ ومشاريعهم لبناء الدولة اليمنية والحضارة اليمنية لافتا إلى أن منهج الإمامة في السلطة والتسلط عصفت باليمن الحروب البينية التي اشتعلت تحت مسميات مختلفة مذهبية وطائفية وعنصرية وقبلية ومناطقية وظل اليمنيون يحاولون مرارا عبر مسيرة تاريخهم الخروج من قيود هذا المشروع الإمامي وتحطيم أغلاله حتى أطل علينا التاريخ اليمني بدورته المعاصرة لتنطلق من بين أسطره ثورتي سبتمبر وأكتوبر لتصحيح المسار بإعلان التخلص من الإمامة والاستعمار واستطرد قائلا يأتي بعدهما إعلان الوحدة اليمنية ليستعيد اليمن الوطن والشعب لحمتهما الوطنية وظل اليمنيون يسعون نحو المشروع الكامل لبناء دولة الوطن الواحد والمواطن الواحدة ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار والحضارة للتاريخ لحظته بما تعرف باللحظة التاريخية يصنع فيها التاريخ ويكتب حين تتلاقى فيها دورة التاريخ الرئيس هادي قائد تاريخي يقدم مشروع حضاري تاريخي فتكون هذه اللحظة هي الصانعة للتاريخ والحضارة الإنسانية ولحظة اليمن التاريخية هي بتلاقي اللحظة التاريخية بالقائد التاريخي فقامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ومشروعه التاريخي اليمن الاتحادي الهادف لاسترداد اليمن لدوره وتاريخه وبناء حاضره ومستقبله وأكمل قائلا ولهذا تكابلت عليه وعلى مشروعه ولحظته كل القوى المناهضة لليمن والمستهدفة منعه من استعادة دوره الحضاري وتاريخه وعلى رأسها الإمامة بمشروعه القديم الجديد الحوثية وامتداداتها القديم الجديد إيران لتحارب اللحظة التاريخية والرجل التاريخي والمشروع التاريخي لتمنع قيام اليمن الاتحادي واستعادة اليمن لدوره الحضاري وكتابة تاريخه مجددا بإرساء دولته الاتحادية دولة الوطن والمواطنة ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار دولة الحاضر والمستقبل الدكتور مغلس ختم مقالته أن عناية الله راعية وحامية لهذه اللحظة التاريخية ورجلها التاريخي ومشروعها التاريخي ويؤكد ذلك صمود فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أمام أقسى وأبشع الظروف وتامري والخذلان ورفضه المطلق التفريط بالشرعية والمشروع والوطن وختم قائلا اليوم فخامة الرئيس هادي يقود مشروع اليمن الاتحادي نحو اكتمال اللحظة التاريخية لبناء حاضر اليمن وتأسيس مستقبله واستعادة دوره وتاريخه وحضارته برعاية الله وتوفيقه ودعم المملكة الشقيقة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل الصعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ومعهما تحالف دعم الشرعية اشتركوا في القناة